كابتن نصر عايزين نستغل وجودك يعني بعيدا بقى عن مباراة الأمس والسوبر الأفريقي والأخطاء التحكمية وعايزين نعرف رأي حضرتك فيما صدر من لجنة الحكام برئاسة بريرة من فكرة تصنيف التحكيم وتصنيف الحكام دوري ممتاز دوري محترفين لأن البعض طلع والبعض جاهز بالانتقادات دايما لإفشال تجربة الخبير التحكيمي الأجنبي والحيانة بحثت حضرتك برغم أن أنت خبير التحكيمي المصري ولكن ليس لك أي مطامع أو محاولة انتقاد الخبير الأجنبي لإفشال التجربة الأجنبية دي فرأي حضرتك في قصة بقى تصنيف الحكام دوري ممتاز ودوري محترفين وأقسام أخرى يعني شايفها إزاي بداية أنا كابتن عسامة كابتن فارد أنا مش هشتغل في جانب الحكام أنا شتغلت لمدة 12 سنة في لجنة الحكام مسؤولة لجنة الفنية ومن خلالها كنت مقيم ومراكب في أسسل في الاتحاد الأفريقية يعني شبعت شغل في التحكيم يعني الكلام اللي أقوله ده مش محتاج أن أنا أقوله عشان الرجل يقول ناصر عباس يجي لجنة الحكام أنا بجدداً مش هشتغل في لجنة ولكن إحنا بنتكلم الكلام اللي هو في مطلحة التحكيم يا أسر يا فارد الرجل جي وقاعد فترة قال لهم كده واتفق متحده الكرة من فضلكوا أنها عدد 4 أشهر أو 5 أشهر حقيم أداء الحكام وحقيم لجنة الحكام وبالتالي هنا حبدأ دوري من بداية الموسم الرجل حد الوقتي الموسم ما بدأش عشان نقول إن الرجل ده هو فاشل أو إن الرجل ده صح أو كده لابد إن إحنا ننتظر لأسامة ونشوف شغله ونشوف أداء الحكام في الموسم الجديد عشان نقدر نقيمه ديني برا واحد مملا اتنين هو عمل حاجة كثة جدا جدا كابتين ما كانتش موجود وهو تصنيف الحكام كابتين أسامة النهاردة المفترض إن أنا أصند حكامي الممتاز ألف يعني هو لما أجيه الممتاز ألف اختار كم حكم ميداني يا كابتين أسامة 38 تقريبا اختار بالضبط 36 حكم من الميدان 36 حكم نفر 52 حكم مستعد والهم دول بس اللي حيديروا مسابقات التجارة الممتاز تتصنيفه طيب في الدور المحترفين اختار 36 حكم واختار 52 مساعد بالنسبة لدور المحترفين في دور الممتاز به اختار 62 حكم و 62 مساعد وقال هو ده التصنيف ونقولي تصنيف جهزة كابتين أسامة معلشي هطول سنة عشان البعض قال إن التصنيف ما كانش كويس تصنيف دوت هو جه ياب كل التقارير اللي حدثت في الموسم الماضي واستلم كل الملفات من كل عضاء اللي حكم وابتدى يشوف تقارير الحكام اللي كانت موجودة من المقيمين توقف ده الممتاز او الممتاز به وابتدى يقيم يشال الأسماء كلها وابتدى يقيم على التقارير اللي هي لكل حاجة بالإضافة لي الورنر وهو كل واحد يعمل الورنر اللي هو اختبار بدني كل ده بتتجمع التأديرات امتحان الفيديو تيست اختبار القانون اختبار اليقر بدنية أيضا تقييم المرات وعمل التصنيف اللي هو طلع بيه هنا زي ما قلت هي حاجة نقطة مفيدة جدا أنا كنت باعتبا عنها بس في حاجة واحدة بس هذا كلام ده كنت حضرتك ممكن تقوله من اربعة تشهر لجميع حكام مصر انه هيحصل الكلام دوت وكله يستعد عشان محدش يتفاجئ انه هو لما كان بيحاكم في الممتاز حيبقى بره حضرتك لازم ما تبقى انت عارف قابلها على الأقل بفترة عشان تحضر نفسك وتبقى مهيئ نفسك انك انت ممكن تبقى خارج التقييم لان فيه ناس بقال عشر سنين بتلعب في الممتاز يا اسامة والنهاردة في التقييم هما مش موجودين صحيح لعمل الأزمة اللي بعد الحكام اللي هي بتعتارد وبالتالي هنا دور الاتحاد كرة القدم من فضلك آآ اقفوا مع رجل الحكام وانا بقول اهو نقف مع الراجل راجل لسا ما اشتغلش نشوف مشكلة الحكام اللي بتعتارد او في اللي هي خارج التقييم تحللهم المشكلة عشان راجل يبدأ الموسم عشان نقدر نقيم التحكيم يا كابت المسامة مش كل حد هيجينا هنفضل نسكت فيه ونبتدي قبل ما اشتغل نحط العرقيل في آآ يحل يحل المشكلة ولكن مش فنية انا الراجل لسا لحياته الفنية تماما ولكن اصدى حضرتك يعني احتواء الازمة بتاعت الحكام مش ان هو يتدخل فنية ان اتحاد الكرة مظبوطة كابت المسامة هو قال كده بالزبط ده ما حدك قلت يا فارس هو قال ده شغلي انا بزبط شغلي فني وده من حق ومن صلبي شخصيته من صلبي سلطاتي اما مشكلة اعتراض الحكام ده مشكلة مشكلة ادارية بنشكر حضرتك جدا يا كابت الناصر وكالعادة يعني بتصري برنامج لها لخطة احمر ودايما مداخلات حضرتك بنستفيد منها جدا والجمهور بيفهم منها حاجات كتير جدا